طيب إذا المهم أن تتفكر في المشكلة اللي عند الحاج في هذه الحالة اللي هو العميل إيش احتياجه على فكرة في الاحتياج ممكن نفكر في احتياج حالي أو احتياج مستقبلي لكن خلينا أنا بسط الموضوع أقول إيش احتياج الحاج الحالي وقلنا ممكن يكون عندنا عندنا أنواع متعي متنوعة من الاحتياجات واحد مريض سكر واحد يبغى حاجة حلوة واحد يبغى حاجة حلاوتها أقل إذا فيها إيش احتياجات متنوعة طيب الآن حتى عندنا في الصورة هنا هل أنا أبغى أسوي بسطة لكل أنواع الحجاج ولا في عندي أنواع مختلفين طيب إيش تفرق واحدة من الأخطاء الكبيرة في المشاريع أنه أنت تعتقد أنه مشروعك يناسب كل الناس هذا غير صحيح من المهم في البداية في أي مشروع تبدو أنك أنت تفكر في شريحة محددة من العملاء بعدين تتوسع إن شاء الله ما عندك مشكلة لكن في البداية لازم تخاطب فئة معينة لو أنت فكرت أنك أنت تعمل العصيرات هذه لفئة الأطفال إذا ركز على هذه الفئة بعدين كون أن هذه العصيرات تعجب الكبار وكي لكن على قل أنا بدأت بمشروعي في فئة معينة من الشرائح مثلا أبغى أظهر بطريقة مثلا أخاطب فئة أبغى أكون عندي منافسة في السعر فأبغى أظهر بمنتج رخيص في السعر رخيص في السعر معناته أنا هستخدم أكواب نوعها أقل نوع التغليف نوع البضاعة هنزل في السعر إذا لو نزلت في السعر يمكن فيه فئة من الناس ما هتجي تشتري منه معروف هذه القضية فأنا محتاج أن أحدد الفئة اللي بدي أخاطبها سواء فئة عمرية سواء فئة اجتماعية أو غيرها من الأفكار فإذا محتاج أن أحدد احتياج العميل اللي هو في هذه الحالة الحاجة محتاج أن أبدأ أفكر في شريحة من الحجاج أخاطبها بالمشروع حقي الأمر الرابع هل أنا لما بدي أشوفوا رغم أنها بسطة أو مشروع صغير لكن ما عليش نحنا بنحاول نعقدها لكن بحاول بسطها لكن حقيقة مهمة أنك أنت في أي مشروع تفكر في هذه الأشياء طيب إنت الآن لما تجي تفكر أنك أنت تسوي عصيرة أو تسوي خدمة برد يا حاجة هل عندك قيمة تبتقدمها هل مثلا تبغى فقط أنك تقدم حاجة باردة هل فقط أنك أنت أو عندك الأولوية تقدم حاجة باردة أو عندك الأولوية أنك أنت تقدم حاجة نظيفة أو عندك الأولوية تقدم حاجة صحية أو عندك حاجة تقدم حاجة سريعة حاجة طعمة حلو إذن أنا محتاج هنا أكتب إيش الأشياء اللي أنا أبغى أكون متميز فيها إيش الأشياء اللي بيدي أقدمها للحاج مع الحاجة الباردة طيب العنصر الرابع هل أنت الحالك هتكون في السوق ولا فيه من نفسين لك الآن في الحج ما شاء الله تبارك الله اللي يطلع الحج أعمار الخير ما تعد ولا تحصل فيه حتلاقي لو روحت وقفت جم تلاجي من التلاجات المكبار اللي بيتوزع مجانا هذولها من نفسين لك هو بيوزع مجانا أو بسط أو غيرها محلات أو في المخارف أخذ منه وبيع ممكن تأخذ منه وبيع على فكرة مرحة المتازة فبالتالي محتاج تفكر في كل المنافسين اللي بنسبة لك طيب الآن أنا أقول أربعة أشياء المشكلة من هم العملاء إيش هو الحل إيش هي قيم المضاف اللي حتقدمها ومن هم المنافسين الآن أنتو كمجموعات أبغاكم تبدأ وتفكروا في برد يا حاج فكروا في الأربعة العناصر اللي تتكلمت عنها الآن إحنا مشروعنا برد يا حاج إيش هي الاحتياجات اللي تبقوا تخدموها كمجموعة في مشروعكم الآن ممكن نحن نطلع بأربعة مشاريع مختلفة رغم أنها كلها تحت مغررة برد يا حاج لكن بكرة إن شاء الله حنسمع الأفكار بالتفصيل من كل مجموعة لكن الآن نبدأ في كل مجموعة في مجموعة ما شاء الله بدأت لكن خلوين نبدأ نعطي فرصة للناس اللي ما بدأوا طيب الآن تجاوبوا على الأربعة الأسئلة الرئيسية ممكن تجرس خذوا راح تكون طيب تبدأ الآن دكتور بس نركز على الموية ولا البيض عادي لا إنت لا ممكن تشتغل عليها لأ ممكن أجيب موية وبيض تعالى سندويتش كسكت الاكل انا ما حطيته. ما اكولات. اذا ما تحط معاكولات ما عندك مشكلة. يعني من نوع من الترغيب. لكن ممكن ما تكون فقط مور. عيب انا قصد نفكر في ذا. اي. ما عندك مشكلة. طي ممكن تقول امغى بسكوتات مثلا. طي. دكتور معلش. ممكن. معلش يا دكتور يعني. ممكن نسوي تغيير. يعني ما مويا مقري عليها يعني. نجدد. هنا ما شو ما دليه ولا هي. ما دليه على هذه الصفرة ما انتبغان نحطها. الصفرة حتنحط يعني هذا المربع الان بتجاوب فيه. ايو. ايش هي الاحتياجات اللتي بتحققوها. شاسة خبري. طيب. بيع ولا. لا طيب. لا لا. لا. لا لحظة نحن خلينا نشي بالتدريج. نحن خلينا نشي بالتدريج. اظن انتو هنا انتو قلتو الفراغ عند الحاج. اي صح. اه. ايش تقصد بالفراغ مادر لكن الضمى بالتأكيد. يمكن ضمى لك هو هذي خان التعبير. مثلا. يعني التسلية مثلا. عصير مثل شي. طيب في هذه الحالة طيب التسلية. طيب اذا اذا بالشكل هذا كويس. تبدأ تحط في الابراغ الصفرة. مثلا مريض يحتاج سكر ليأخذ العصير. ممكن. مشروح هو عصائر. ممكن. بس الان ما وصلنيش. الحل هنا تكتب. ان انا حسوي عصيرات فيها قليلة السكر. او مثلا لتستخدم السكر. حق ما مثلا مرض السكر. اه. طيب. فهذا في الحل الكثير. وهي هنا يا حبيبي. هنا بنكتب شرائح الحجاج. انت هنا حطيت كل الناس. انا افضل لك انت تبدأ بفئة محددة. تتركز عليها اكتر بعدين تكوني انه بقيها يتوسع وما عندك مشكلة. لكن انا اسس على فئة لها ولوية. كبار لي وكبار السن. لا شي لطفا. ايهم. كبار السن. ناسس على كبار السن. هم بنفتح مشروع حقيش نسمع. يجمع الجانب. تخصيص وحق ذات عرفتم. ايو. لا لا نحن نتكلم عن مشروع برد يا حاج. انا نتكلم عن برد يا حاج. اي اي شي الان احنا كانت الفكرة مرتبطة بيعصيرات بشي يشربوا. ايه. لان الحاج محتاج يشرب كميات كبيرة من السوائل اثناء حركته. فانا بتكلم عن فكرة مشروع بمشروع مشروبات بشكل عام. مشروبات اه? مو شرط موية فقط. مو شرط عصير فقط. لكن موية وعصيرات. لا 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 لازم شي هناك نشرب. لازم شي هناك نشرب نجرب. خلينا الان محصورين في هذا الاتجاه. طبعا. عشان لا يتنوع المشروع. انا عندي مشروع ثاني. الان خلينا نلتزم بهذا المشروع. طبعا انا بقترعي اقتراح. طيب. انا في النظرات اصحاب النظرات بعد الحرة الشديد. ايش اسمها? ايش اسمونا ديها اخوان? العدسات. العدسات الاااا. تمدي. ايه تصير فيها اناد دويس ايه. اعرفت? نعم. يكون اللازم الحاج يمسح ويننضفك كل شوي. هل اختلع شي لهذا المشروع? لا نحن الان ما نخش في قضية ابتكاره واختلاع نحن الان. حلو. ممكن بعدين مشروعك هذا. قد طالة. نطبقه على النموذج. لكن الان بلاشي. حيكون صعب. جاء مشروع ببالي. طيب. ايضا الله اجيب دكتور. اه. رحمة الله وديك. وديك وديك. قلمين يا شيخ. امين ان شاء الله. ان شاء الله انا ما حجيت. طيب. ودي حجي ان شاء الله. ان شاء الله. ونحن الحملات غالية دكتور فهمت? الحملات غالية يعني ارباطاش انا مسكين. انا مسكين همت? هذي يدفع انا ما ندفع. طيب. ما اقدار حقال في النظام. فاودي حج وصل حملات غالية. لا ان شاء الله تحج. ان شاء الله. ما تسوي المشروع على السنة ان شاء الله. ان شاء الله. سيب مشروع يب غيره حج. الله دايما تسمع المشاريع. دايما. مشروع. مشروع. ايش المشروع? انا يقول لي يا خوان قد طب. المشروع برد يا حاج. اذا حبيتوا تحطوا اكل مشروع ما ما عندك مشكلة لكن اه ممكن يكون سكريم. اوكي ما ما عندي مشكلة. ما عندي مشكلة. اذا انت تعتقد انك انت تبغى تسوي سكريم ما في مشكلة. انتو حتشوفوا انه كل تغيير حينعكس على كل مكونات المشروع. ايه. تغيير ايش? المشروع? المشروع واحدة الاشياء المهمة اللي حنتعلمها. انت الان قلت سكريم. سكريم معناته طريقة البسطة حتختلف. طريقة التلاجات حتختلف. طريقة حزب المادة حتختلف. كل المشروع حيختلف. يعني لو انتو خطرتوا سكريم انا ما مقل صح ولا غلط. لكن لو انتو اخترتوا سكريم. والمجموعة الاخرى اختارت عصيرات. حتلاقي مشروعين مختلفة. خطوات المشروع تختلف. خطواتها تختلف. طريقة التصنيع تختلف. كل شيء حيختلف. ما عندنا اي مشكلة. واحنا هذا اللي نفكر فيه كنا دكتور يعني موضوع انه مثلا. نبريد الحاجة هذا بل. لكن الواحد يعني ممكن كيف يبرد على قولهم من طريقه يعني لازم يكون اه في انسجام بين الشخص والمشروع اللي بيعمله. ممتاز. اذا انتو المتحمسين لفكرة اسكريم. خلص خلوها اسكريم. اذا مشروعكم هيكون عبارة عن. طيب المشكلة. المشكلة الان. هي ممحل فكرة. طيب اذا المشكلة اي شياء. صرعة الدربان. الا الا مشكلة اللي فياشرخ للحاج. للحاج. ايو. للحاج انهOnly مش ambitions للضمع. مثلا اذا هنا Sage Centre اذا المشكلة اللي اكتوبها هنا كدوه بيعمل انا البعض. طيب انه مثلا فيعاني من الضمع للحاج. ممتاز. طيب فاذا نكتوب المشكلة اللي هنا انا aupracet his screen. اوه اطشان disciplined حتيBama Aurit. هebeأ معناتو اين المشكلة هيتحققها للحاج. ممتاز ممتاز. ايش المشكلة هتحل насколько uno المشكلة هتحلها. ممكن اخلي الاسكريم فهوك هليرة بالضمى هذا مثلا اسكريم بالنكهات. اذا هنا تحطها في الحل. الحل. ايه. طيب. فهمت الذكرة? ايه. انه بعض عصيرات اه بعض الاسكريم ما تتتوت ولا شيء تلوي لحطها ايه. ايه. طيب. انتو الان اشي بتسوه? عصيرات. عصيرات. طيب. هنا بتحط. هنا بتحط ان الحل مثلا انا هقدم مثلا عصيرات. فيها مسلا السكر خاص بمرض السكر. مثلا هقدم فيها نكهات مختلفة. يعني اي مشروع هحط ميزاته في البيع? في الايوة. الحل هو المنتج او المنتج اللي انت حتقدمه. تمام. هو واش ميزاته? ايش القيمة اللي يتميز بيها? هذا ايه. هذا من هم نفسينا. موش الميزة في المشروع نفسك? الميزة بتنحط هنا هنا الميزة التنافسية لك. انه مسلا انا سعي. يعني انا شركة انا مثلا انت انت الان المشروع هدي حينافسك فيه مثلا واحد بيبيه حليب. حليب مثلا مراعب ولا غيرها. طيب. هنا اذا هذا منافس ليه. طيب انا موجود في مكان افضل منه. مثلا بيقدم حاجة باردة. اه بيقدم بسعر عرخص طيب. هاده الميزة التنافسية بيني بيهم. اذا زلgin اذا اذا بعت مجانه هتخسر انت 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 متتجد. مانتج اذا ابيع مجانه? متاج. نتوجي انك ليوزع مجانه? مشاني بني موجودع مجانه؟ مشاني بميزة. اللي ميزه عن منافسين. نعم فبالتالي لازم يكون عندك شاي اجدم الحاج. انه يجب انه ليت. ومع ليت. يعطيك عاصة. يط pleasures. الحل مرة ثانية مجيزة لاحق. الحل هو لفتي الملتج. المميزاته. في المنافسة بتقارم بينك وبين ذلك. هنا بتصف المنتج نفسه. اذا من ضمن المعطيات اللي هتخطها هنا في الحل. هتقول انه انا مثلا بدي نوفر مضلة. طيب. هنا هتيجي انا ما يعني الان ما بغى سبق الاحداث لكن احنا حطينا هنا من العوائق والتحديات. طيب. الان لما انت تقول ابغى اصوي مضلة. حلو. هل البلدية هتسمح لك? لا. هل انت معناته المساحة اللي هتحتاجها? اكبر. اكبر. انه انت بتكلم في باصات. اذا انت لو بتتكلم في مكان على الشارع. اذا لازم يكون عندك ارتداد مثلا ثلاثة متر ولا خمسة متر. فبالتالي شوف كيف بتأثر على بعض الموضوع. مو اوايق. خلاص كنش الله. بلدية عيت. اذا. انا لا 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 تشيلها لا لا تشيلها. لكن بيقول لك كيف كيف الافكار محتاج اني انا احسب كل شيء. وعلى بعد نظر. احنا خلينا على المويا شاب حاليا. ايوة. احنا نبدأ مويا والله حسنا نبقى على المويا. طيب على كيف ليش التعم هذا كله. المظلة عند اخلاء المنس المشروع. انا قلت مظلة. انا قلت مظلة. خلينا سيعمل خيلة طب اذا ما تشيلها. اذا خيل ايتيت الثلاجات. انا اخد منهم بي. طيب. طيب. مل. مل. على فكرة على فكرة في عندي عندك تراح لك. ممكن واحد يكون يقول انا انا مني مشروع خيري. حل. لكن انا حجم اعتبرعات. واوزع الناس مجانة. حلو. طيب. لكن انا بكسع. يعني اجي مسلا لاصحاب المخيمات. اقول لهم انت انت حاسبوني. اذا انا باخد فلوسي مو من الحاج. انا باخد فلوسي من جهة من طرف اخر. على الان كتير من الناس اللي بيوزعه. قساعي. هو اللي بيوزع ما بيشتغل عمل خيري. هو ليه اجر. بس هو بياخد فلوس. صح. وبيكون كسبان. امين علي. بس هو باب ياخد من الحاج. بيعط الحاج مجانة. اه 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 ياخد من الاساس. ياخد من الاساس. ياخد من المتورعين. ياخد من من جهات. فممكن تفكر بهذا الطريق. حلو. الله هاد يفضل عشان ما نخسر احنا بنكسر. بس مين يثق فيه قديك. ايه. عالي مشكلة. ايه. عالي عوايق. ايه. عالي اتفر عالي. بلدي عيت على المضلة. ايه. بلله. 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 ايه. بلدي ايه. dude. ايه. طيب. من جمعكم؟. طير . يعني قال ان mano مضلة 100 في الاف delegreach اي بله um. خلاص. المضلة إنسان بلدية يقوله أي حسد الرخصة. خلاص. إذن إذا كان أؤ静一 الإن كانت أحس اضم خدمة لابد فيها نوع من الرفاهية فيها نوع من المتعة